أنا غاضب كريم أعطينا للموجي لماذا للموجي هذا كريم؟ أعطي للموجي شاهدين فقط أنا غاضب جدا جدا ونحن نحكي لكم على وجه عشته وشفته ونتحمل مسؤولية كلامي أنا على قبيلة بديت قلت لكينات صيناعة وكينات تجارة وكينات بيزنس نحن نحقر بعضنا بالعين ياسين أخي يحيى وأختي مفيدة وخيوتي لنا نحقر بعضنا بالعين نعطيكم مثال حي العام اللي فات كيناريست قامة كبيرة قاري في تونس قاري في فرنسا جزائري مفلق الدنيا خدم نفتح نفتح قوس كان من الناس اللي شاركوا في السيناريو تاع الفوندو نوسم الأول جزائري هذا جزائري أنا شفت عم بري بالقصة سيناريو جاه في شهر ديسمبر 2020 قبل ما يتصور الفوندو جزائري أرجيريان جاهنا خدم أعمال أخرى في تونس بزاف الاسم بونا دي ما تحملش ما هو ما نقدرش نذكر اسمه جال عملي فات هنا للجزائر والله نخدم بلادي من هنا جاب سيناريو قريته مؤهبلت كي الناس دي كونيسور يعرفوا خير مني في المجال هذا قامت الويلة يعني من الصف الأول قرأوا السيناريو سيبون نهار اللي خرج المسلسل وشي خوي ما هو مكتوب الكاستينج جابلوا دي پرسوناج مو كي ما يحوس عليهم هو للإخراج بدلوا المخرج نحكي على الفوندو هذا العام لا العام اللي فات لا نحكي على الفوندو اللي هو تعل عام اللي فات هذا السيناريو سوف نذهب لك أبعد من هذا ونتحمل مسؤولية كلامي بدقة لاكس لا نحن نظر على الإخراج إخراج السيناريو الإخراج في سوسن الجمني إخراج في سوسن الجمني ممتاز مئة بالمئة سيناريو السيناريو لاكس لانجل تعال المروكي الذهب من هنا خدمه هو كامل جزائري جزائري يعني أنت تصرح أنه سيناريو الفوندو هو جزائري اللي خدمه هكذا كنت تقول مش الفوندو كامل نعم وتكلاكس وش صراع عند المروكي بسكو خدموا أطوليهم نسبة معينة من سيناريو الفوندو نسبة كبيرة منه وكان هو يفعل يدي يديه شي فهمني يعني بقدره بقيمته في الخدمات كم تقدر النسبة على حسبك أنه أنت طلعت على السيناريو 30-40 أنا شاعة عم بدي بالقصة كاملة فهمتني نحن نحق رباضنا بالعين كي جهنى للجزائر حط الخدمة تقلق الكاستينج مبدل ليرول مهوش كما حب هذا كما دخلوا ولو في عطنا نحولوا دي سيكونس عبوك كمانتها تناحي سيكونس في عامل آخر في عامل آخر هنا في عامل آخر هنا في عامل آخر مشي في طيب أتني يحيا أتني يحيا يحيا لماذا هدني نرد على كريم ساعة ونذهب للأخر بالنسبة للفوندو أنا مطالع يعني بكل حيثيات الفوندو منذ الجزء الأول مع السوسنحية بالمناسبة صديقة يعني ولي عمر راح كتلي بلي أن هناك جزائري على بالي وكانت تطمح وتسعى دائما إلى الشراكة الجزائرية والحمد لله دائرة الشراكة والمسلسل ناجح أنا مانيش عارف على هذه تقدرت كون مع البلاء أنا عارف تقدرت كون مع البلاء أنا الشيء امتيقن منه حبيبي ممكن هذه مجرد هضرة والله سماعت ولكن السوسن هي أكبر بكثير وأعمق بكثير وإنسانة عندها ركيزة وسيناريشة كاتبة في العمق يعني لا يمكن أن تكون شيئا كما هي سوسنا كتبت الجزء الأول وفي الجزء الثاني دارت اسم ثاني مانيش عارف شكون معه دارت سندس عبد الرحمن شكون هي سندس عبد الرحمن هي سندس الجملي سندس أخت لم تحب تكتب اسمها في السيناريو أنا أحكي لك داخلي المهم لم تنكر لم تنكر لم تنكر مدام واحدة تلغي أنا أظن نضم أن تكتبنا لكن أنا شفت لزيميل شفت السيناريو قرأت فيها في دي صامر لكن هذه آخر